حبيبتي هنتعلم دلوقتي نعمل ازاي اي اكلة عندنا لحوم بيتة هنجددها من اول وجديد وتبقى اكلة جديدة خالص معايا بصل ارنفل في القطعتهم على النار وهنا صدر فرخة كان بيت عندي وحرام نرمي اي حاجة قطعتها كده زي الشاورمة بايديك كده وتفصصيها من بعضها وننزلها على البصلة ونقلبها زي ما انت شايفة كده بس ما تنسيش بقى تعمليلي لايك ولو اول مرة تشوفيني تشترك في قناتي وصفة سهلة عشان هتلاقي كل الاكلات عندي سهلة ان شاء الله هنا بقى هحطي بقى التوابل عشان اغير طعم الفرخة بتاعتي خالص وديها طعم كده جميل التوابل الموجودة عندك فلفل اصبر كامون بابركة كسبرة هنزل طماطمية مقطعها حيطة صغيرة وياريت نقشرها ومش عايز اقطع اقلب الطماطم كتير عشان مش عايزها تنزل ميتها بعد كده هنزل شوية خضرة الاكل عندي كله مستوي وجاهز وكده معيك كزا حشوة ممكن تعمل جنبها شوية مكارونا ممكن تعمل استخدامها في حشوة بيتزا